جل التربوي دائما نعرض لحالة مدرسة قريبة من هنا بعين سبع بالدار البيضاء مؤسسة الرافع الابتدائية تضم حوالي 98 تلميذ وتلميذة هذه المدرسة وضمن الخارطة المدرسية الجديدة يتم الحديث عن إغلاقها وإعادة انتشار تلاميذتها في مدارس أخرى لماذا ومن المستفيد من هذا الإغلاق الجوافر بورتاج عبد الرحيم بحدوي والتحرير لسعيدة بن عيشة على مساحة 4000 متر مربع تمتد مدرسة الرافع الابتدائية بتربع سبع ببنايتها التي تضم 12 حجرة ستة منها يتابع فيها حوالي 98 تلميذة دراستهم من المستوى الأول إلى المستوى السادس ما يطرح فرضية عادة النظر في المؤسسة فرضية بناء على المعايير والمعطية الإحصائية لكتبيين بأن المؤسسة تعمل بأقسام مخففة وهذه الأقسام هي أقسام 10 تلميذة تلميذة حتى 13 تلميذة باستثناء السادس الذي هو فيه 26 تلميذة هذه المعطيات 26 تلميذة تلميذة مرشحة أنها ستنتقل من الشيء الثاني والإعداد إذن هذه المؤسسة ستقول في حدود 72 تلميذة بالأرقام عدد قليل لكن جمعية أباء وأولياء التلميذ تسر على عدم أغلاق المؤسسة اللي كان طالبه بالمؤسسة ما تقفلش الحي بلا مؤسسة هذي ما كيناش كان طالبه باش كنا بسكان بالاسمية والناس كلهم باغي المؤسسات تبقى والدراري ما عندناش فنغنصيف طوم هذي الواقع اللي كان عيشوه مع مدرسة طرفية أنه دليل أنه نزيده مدرسة المنفروطة أو مدرسة الطارق نزيدها اكتضادا على اكتضادها في الجانب أو في رؤية أخرى ممكن أنه نقسم الاكتضاد اللي كين في المدرسة أخرى ونجيبهم لهذه المدرسة هذي إلى حدود الساعة تم تسجيل حوالي عشر تلاميذ جدد للموسم الدراسي المقبل ما يزكي من جديد تناقص عدد التلاميذ بالمؤسسة قبل حوالي ست سنوات كينت تفكير ديال ديال أن المؤسسة ربما هذا تبقى ثاني باقي فرادية أنه يمكن يحتضن أنه السنة الأولى تنوي إعدادي في أفق تحويل ديالها مستقبلا إلى تنوي إعدادية فرادية نقل تلاميذ مدرسة الرافع إلى مؤسسات أخرى تابعة لنيابة البرنوسي كمدرسة زير بن عطية التي تبعد عن الرافع بستمائة متر أو مدرسة طارق بن زياد بحوالي خمسمائة متر تظل قائمة في ظل فرادية أخرى تروم عقلنة تدبير البنيات التحتية للقطاع في إطار ترسيخ مدرسة الإنصاف والجودة للجميع كما جاء في رؤية إصلاح التعليم 2015-2030